وبركاته متابعين الكرام في كل مكان اهلا وسهلا بحضراتكم حلقة جديدة وفيديو جديد هنتكلم فيها بالتأكيد عن النادي الاهلي وهنتكلم فيها عن كل اخبار الكرة المصرية وعن رحيل محمود عبد المنعم قهربة عن النادي الاهلي لكن في البداية صديقي ما تنساش افضل حاجة بندأ بيها فيديوهاتنا هي الصلاة على الحبيب فاللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلامة في بداية الحلقة كده عايز اتكلم عن محمود قهربة واقول لحضراتكم ومن وجهة نظري التي ليس لها قيمة على الاطلاق ان قهربة من افضل المهاجمين اللي موجودين في الدوري المصري وتظلم ظلم شديد جدا بسبب عدم انضمامه لمنتخب مصر في المباراتين الاخيرة لكن هكشف لحضراتكم النهاردة مفاجأة غير متوقعة وغير معلنة في قرار رحيل كهربة عن النادي الاهلي طبعا اقترب محمود عبد المنعم كهربة من الرحيل خارج اسوار القلعة الحمراء خلال المريكات الصيفي المقبل 2024 بعدما بات اللاعب خارج حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارس الكونر خمال الفترة الاخيرة ارتبط اسم كهربة بالرحيل الى احد الدوريات الخالجية مع نهاية الموسم واوضحت بعض التقارير ان رحيل اللاعب يأتي بقرار من السويسري مارس الكونر وهو ما نفاه مصدر مسؤول داخل النادي الاهلي هقول لحضراتكم دلوقتي الاسباب الحقيقية لرحيل محمود عبد المنعم كهربة عن النادي الاهلي فطالب من حضرتك لايك للفيديو علشان نوصل الحلقة دي لكل الناس الاسباب الحقيقية لرحيل كهربة عن النادي الاهلي كهربة لاعب النادي الاهلي شدد المصدر على ان كولر لم يضم اسم كهربة ضمن قائمة الراحلين عن الفريق في نهاية الموسم الجاري نظرا للاعتماد عليه في مركزين رأس الحربة والجناح الايصر وقال كهربة ان محمود عبد المنعم كهربة هو من طلب الرحيل عن النادي الاهلي لسببين اولهم خروجه من حسابات مرس الكولر الاساسية والاعتماد على وسام ابو العلي والاخر والاهم امتلاك اللاعب لعرب خاليجي يفوق اضعاف ما يتقباه داخل النادي الاهلي كهربة بيترقب منحه الضوء الاخضر من مسئول النادي الاهلي بالرحيل من اجل التقدم بعرض رسمي وبدء اجراءات الرحيل مع اقتراب نهاية الموسم فيه تلات مهاجمين فيه تلات مهاجمين على طولة النادي الاهلي لتعويض رحيل عبد المنعم كهربة وفي الصدد نفسه اكد المسئولين واكد المصدر ان مسئول النادي الاهلي وضعوا تلات مهاجمين داخل الدور المصري امام مرس الكولر للمفضلة بينهم لتعويض رحيل كهربة عن النادي الاهلي حال التقدم بعرض مناسب لادارة النادي الاهلي بات السلاسي احمد عاطف لاعب مودرن فيوتشر واسامة فيصل مهاجم البنك الاهلي واحمد شريف لاعب نادي فارقه على رأس المرشحين لدعن صفوف النادي الاهلي بنهاية الموسم الجديد حال تأكد غياب رحيل كهربة بشكل نهائي الجدير بالذكرى حضرات ان كهربة لعب مع النادي الاهلي سجل هدف فوز الاهلي في لقاء النجوم الودى واللي انتهى بفوز النادي الاهلي بهدف دون رض يوم السابت على ملعب مختار اتتش عندي كلام كمان عن محمود عبد المنعم كهربا عايز اقوله لكم كهربا بيتفق مع فريق سعودي بعد اقتراب رحيله عن النادي الاهلي اصبح محمود عبد المنعم كهربا مهاجم النادي الاهلي قريبا من الرحيل عن صفوف النادي الاهلي خلال الفترة المقبلة بعد موافقة المدرب السويسري مارسي الكولر المدير الفاني للفريق على مغادرة اللاعب بحثا عن تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية استعدادا لكأس العالم للاندية الفين خمسة وعشرين وكشفت تقارير كشفت تقارير سعودية عن رغبة احد اندية دور روشان السعودي في التعاقد مع كهربا خلال المريكات الصيف المقبل بعد الدخول في مفاوضات جادة مع مسؤول الاهلي واللاعب لاستعاراته لمدة موسم واحد فقط ووفقا من البرنامج الرياض السعودي اكشن فان مسؤول نادر رائد السعودي اتفقوا بالفعل مع وكيل كهربا على اعارته لمدة موسم مقابل والعرض ده اتقابل وسط ترحيب كبير من اللاعب بخوط تجربة جديدة في دور روشان السعودي بعد تجربته الناجحة رفقة اتحاد جده السعودي واضاف المصدر ان ادارة نادي الرائد السعودي تعرف جيدا ان كانيات مهاجم النادي الاهلي جيدا ما دفعهم للدخول في مفاوضات مع مسؤول النادي الاهلي خلال الفترة الحالية لحسم كافة بنود التعاقد قبل بداية الموسم المقبل بعد الاتفاق مع اللاعب ووكيله على كافة التفاصيل المالية وتواجد فريق الرائد السعودي في المركز الثاني عشر من جدول ترتيب الدوري لوشان لدوري السعودي عايز اقول لكم بقى حقيقة رحيل كهربا عن النادي الاهلي عشان مش عايزين نتكلم في القصة دي كتير كهربا بلا شك هو خارج حسابات مارسل قلر خارج حسابات مارسل قلر طيب كهربا بيطلب الرحيل من ادارة الاهلي ويفاجئ الجميع بهذا القرار عايز اقول لحضراتكم كمان ان محمود عبد المنعم كهربا جاي له عرض كبير جدا يعني من نادي سعودي بينتظر ان مسؤولين النادي الاهلي يمنعوه الدوق الاخضر للمرحيل من اجل تقديم عرض رسمي وبدء اجراءات الرحيل مع اقتراب نهاية الموسم المصدر دي يكشف تقول لتفاصيل محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق والذي طلب الرحيل من المسؤولين كهربا طلب الرحيل عن النادي الاهلي نهاية الموسم الدوري السعودي لتعويض الغرامة المالية الكبيرة التي تعرض لها خلال ازمته معنادي الزمالك بالاضافة الى عدم اعتماد مارس الكولر المديري الفني على اللاعب خلال الفترة الاخيرة كهربا هو اللي سجل هدف الفوز على فكرة في مباراة النجوم الاخيرة المصدر بيقول كمال ان كولر ابلغ لجنة التخطيط خلال الجلسة التي عقدت امس بمقر الجزيرة انه ليس لديه اي اعتراض على رحيل كهربا على ان يتم استبداله بسناء في خط الهجوم في ظل الاتفاق النهائي على رحيل كهربا والمهاجم الفرنسي انتوني مودستان حالة من الارتباك بشأن الاتفاقات الجديدة داخل النادي الاهلي وشهدت الساعات الاخيرة داخل النادي الاهلي حالة من الارتباك بشأن الاتفاقات الجديدة التي سيتم توقعها خلال الفترة المقبلة لدعم الفريق او عودة بعض اللاعبين المعارين قال المصدر مطلع داخل النادي الاهلي ان هناك ازنتين بخصوص العقود الجديدة والعائدين من فترة الاعارة وهناك انقصام داخل الجهاز الفني للفريق بشأن عودة الجزائر احمد القندوسي لعب الفريق المعار لسراميكا وعودته للفريق نهاية الموسم بعد انتهاء الاعارة تأجيل القرار النهائي حتى نهاية الموسم وقال المصدر ان الازمة التانية تتعلق بعقد المهاجم بالاخص محمد كانوتيه لاعب جروزن الروسي التزم مارسل كولوم بالاضافة الى الفريق في الصف المقبل فيما تراجعت الادارة عن الصفقة بسبب تراجع مستواه مؤخرا وانخفاض ارقامه تأجيل القرار النهائي حتى نهاية الموسم مؤكد ان الجهاز الفني يحاول تأجيل القرار النهائي حتى نهاية الموسم ليتفهم وضعية لاعبيه في الوقت في الفريق بشكل كامل في المقابل طلب اللاعب اتخاذ قرار سريع بشأن مركزه النهائي قبل نهاية الموسم الجديد والليه تحديد مستقبله بالبقاء او الرحيل عن الفريق نهائيا ده بالنسبة لكل الاخبار اللي كانت معانا النهاردة تمنى من الله ان الحلقة تكون عجبة حضرتكم ياريت تدعمونا بلايك للفيديو باشتراك الحلو في القناة علشان نوصل الحلقة دي لكل النادي الاهلي عشان يقول لنا رأيك في التعليقات هل رحيل عبد المنعي الكهرباء في الوقت ده قرار صح ولا قرار خاطئ شكرا يا صديقي ان انت كملت معايا الحلقة للنهاية اتمنى من الله ان الحلقة تكون عجبة حضرتكم دعمونا بلايك واشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته